ظاهرة قبلية صعدت إلى سطح الأحداث بقوة في السنوات الأخيرة كواحدة من إفرازات التدهور السياسي والأمني في العراق إنها الدقة العشائرية وسيلة استرجاع الحقوق لدى بعض العشائر التي تلجأ إليها بعيدا عن سلطة الدولة اللي يجبرنا على الدقات العشائرية هو ضحف القانون اللي ما يجيب لك حقك حتى أنت بعد ماك هداع الدق وتروح للدقة وهذه فإحنا اللي يجبرنا على الدقات أولاً أكو بعض العشائر ما تجي للطريقة الصحيحة بساعتها وتأخذ عطوة وينهي الموضوع لا يظل معاند وإلى أن يصير دقات ويصير كذا يجي للطريقة الصحيحة إثنياً لو كان غانون قوي والغانون يأخذ مجراز صحيح ويجيب العالم اللي محتدي يرجعه والله كان ما وصلنا للدقات نعم أكو ضعف في القانون أكو ضعف في الأجهزة الأمنية بعض الأحيان أحنا نصير نزعات عشائرية بين كل العشائر وبغداد والدولة عتها علم بيها القانون يعني خارج غوص يعني كنت تروح يعني لو ما الدور دور العشائر وجهاء العشائر والشيوخ العشائر ما ينحل النزاع ولا يقتصر الأمر على ضعف القانون والأجهزة الأمنية إذا أنفلات السلاح بل يتعداه إلى ضعف سلطة بعض الشيوخ على أبناء عشائرهم فضلاً عن تصدر بعضهم دون أن يتمتعوا بالمؤهلات التي ينبغي توافرها لدرء الفتنة وحل المشاكل بحكمة وروية وعندنا بعشائرنا ماكو عشيرة قبل هل سيقدر رئيس عشيرة مثل قبل اليوم يختلف عن نمس قبل الشيخ هو يتحكم اليوم كل واحد بارم عضلاته وسلاح موجود هذا الشاب اللي فاغد أخو أو فاغد أبو يراد لفترة يا الله تقنعه تبطع عن نقناعه يروح يسوي له قضية وانت ما قانع ما واصلوا يا النتيجة اليوم أيضاً ضعف بالعشائر وضعف بالدولة والشيخ العشائر مهمشين ما لهم دور منت يحكي وقال لك دي الله أنا روح ويا فلان ما روح وياك ما أبقى وياك مع جل الاحترام العشائر كل العشائر هالسا موجودة صارت العشائر دويلات مجاميع مجاميع تعبانة مثل ما يقول بيها ناس هو يقول له روح أخذ حقي روح فلان دقوه هو يأمرهم مو يقول شبيرهم لا عمي استخدم عقلك استخدمك خل ندزله جاويد خل ندزله كذا ما يصير هذا الحتي كوارث تحدث ونفوس تزهق بسبب النزاعات العشائرية أمام عين السلطات الحكومية في وقت يؤكد البعض أن السلاح العشائر المدعوم بغطاء الأحزاب والميليشيات في بعض المناطق تصل سطوته إلى أن يشهر بوجه القوات الأمنية نهيك عن إيذاء المدنيين العزل الضحية الأولى لتلك النزاعات